هل عرض عليك في أي وقت من وقت ما كنت بتلعب كرة قدم التواجد في الدولي المصري مع أي من الأندال المصرية لا لا لما أطلق أي عروض من الفرق المصرية قدمت لي عروض في الفرق العربية في قطر ودبي ولم أطلق عرضا للاحتراف في مصر في رأيك الآن من هو أفضل لاعب أفريك بالنسبة لي أعتقد أنه محمد صلاح ولدينا أيضا ساديو ماني من السنغال ولكن محمد صلاح هو الأفضل الآن حتى هنا في كينيا الجميع يعرف محمد صلاح ولكن في كينيا لا يعرفون أساديو ماني كثيرا هم يعتبرون محمد صلاح مثل ميسي ويفكرون في أن يترك محمد صلاح ليبربول ويتوجه إلى برشلونة يريد أن الناس هنا يريدون أن يلعب في أفضل فريق في العالم إذن بالنسبة لي أعتقد أن محمد صلاح يستحق أن يذهب إلى أحد هذه الفرق الكبرى أفضل فرق في العالم بتشوف في كينيا الأطفال والشباب يرتدون قميس محمد صلاح مع ليبربول نعم تعلم في كينيا ليس لدينا الكثير من مشجعي ليبربول ولكنهم يحبون محمد صلاح إذن ليبربول ليس لدينا مشجعين كبار في كينيا لدينا مشجعين لمنشستر وأرطنون حوالي خمسين في المائة من من يحبون الكورونا يعشقون منشستر ثم ليبربول وشلسي ولكن إذا نظرت في كينيا ستجد علامة واحدة لليبربول وهي محمد صلاح حتى في كل عموم إفريقيا وحتى في ليبربول في أوروبا محمد صلاح يشبه أسطورة إفريقية وأسطورة أيضا في أوروبا بنسبة ليبربول ديني سؤولتش الهدف التاريخي المنتخب الكيني أسطورة المنتخب الكيني أنا بشكرك شكرا جزاء لهذه المداخلة كنت سعيد بتواجدك معايا